اشهد المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية بالخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لدى تفضل جلالته بافتتاح دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الخامس مؤكدا ان مضامينه السامية تعد خطة عمل شاملة للمرحلات المقبلة من مسيرة الاصلاح والتحديث التي ارسى دعائمها جلالته ورعاه الله كما ثمن المجلس في جلسته الاعتيادية التي انعقدت عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة معالي شيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الإشادة الملكية بالمستوى المشرف الذي رافق مراحل العمل في مكافحة جائحة كورونا بقيادة سمو ولي العهد ونوه في هذا السياق بالاهتمام الملكي بتطوير الخطط الخاصة بتحقيق الأمن الصحي واستباق المخاطر الصحية وتعزيز موقع البحرين في هذا الشأن والتركيز على المجالات التنموية ذات القيمة المضافة وأكد أن تركيز الخطاب السامي على دعم الشباب وتمكينهم والاستثمار في العلوم والمعارف والتقنيات الحديثة والمستقبلية ودعم قيم السلام العادل وتحصين مجتمعاتنا من نزاعات التطرف والإرهاب يشكل القاعدة الأساس لبناء المستقبل الآمن والمزدهر بعون الله تعالى بقيادة صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله إلى ذلك هنأ المجلس معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس بمناسبة ضم معاليه إلى عضوية مجلس حكماء المسلمين بقرار من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين تقديرا لجهود معاليه وخبراته الطويلة في العمل الإسلامي وتأكيدا لدور المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمملكة البحرين وموقعه الريادي وما يمثله من نموذج طيب للوحدة بين المسلمين بعد ذلك بحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله حيث رحب بصدور المرسوم الملكي السامي بتسمية أعضاء مجلس أمناء كلية عبد الله بن خالد للدراسات الإسلامية كما أخذ المجلس علما بآخر المستجدات حول بعض مشروعات إعمار الجوامع التي يتبنى المجلس تنفيذها واختتم جلسته باستعراض طلبين لطباعة مصحف البحرين بغرض توزيعه داخل البلاد وخارجها اتوقي اشتركوا في القناة عند مشروعoplanم مشروع الهج Karma